طبعا لا شك عملية الجني الأرباح التي ربما كانت بمواثرات خارجية بشكل أقوى لكن السوق كمان لم يحتاج إلى مثل هذه الجني الأرباح يعني لو أخذنا أعلى قمة وأدنى قمة وصلها حدود 500 نقطة هي تعتبر معقولة جدا كعملية جني أرباح تعطي السوق قوة ودعم ودخول سيولة جديدة لكن الملاحظة الأمس كان الارتداد لا شك قوي كان أمس نزول تقريبا فوق المئة نقطة ثم يرتد للمنطقة الخضرة بحدود الخمسين نقطة اليوم أيضا يواصل عمية الارتداد لكن لهذا الارتداد ليس مصحوبا بسيولة قوية نحن سبع مليارات ومية اليوم في نهاية الجلسة دكتور نعم تعتبر سيولة منخفضة ولا تعطيناها ريحية كبيرة إلى أن السوق سيواصل عمية الصعود لكن ربما إذا لم يكن هناك مستجدات أخرى فيما يحصل في العراق فربما أن يكون المسار الأفقي هو الأقرب لا سيما ونحن يفصلنا فترة قليلة قبل أعلان النتائج فالسبوع القادم ربما نشهد بعض التحركات على بعض الأسهم التي دائما ما تكون مصحوبة إما بتوقعات إيجابية أو أن هناك عملية تسرب بعض المعلومات حول نتائج بعض الشركات ذات الثقة وليها دور كبير نعم اليوم عيننا على القطاع العقاري دكتور السعود ما زال يواصل أيضا المكاسب بأكثر من 1% في جلسة اليوم عم نشوف نشاط قوي ما زال مستمر دار الأركان أكبر الناشطين التغيرات أو القوانين التي تم اتخاذها مؤخرا حول القطاع العقاري برأيك إلى أي مدهي اليوم عم تعطي ثقة بالنسبة للمستثمر للدخول على هذه الأسهم العقارية سمعنا مؤخرا عملية ربما تأجيل فرض الزكاة على الأراضي البيضاء كيف تنظر إلى هذه القرارات إلى أي مدهي اليوم المستثمر يتبعها فعلا ويكون لها تأثير على نفسيته بالدخول على القطاع العقاري أنا أتصور أن في الفترة القادمة سيكون للبنوك وكذلك للتطوير العقاري دور كبير في عملية التمويل العقاري من جهة وطريقة عملية تنفيذ الوحدات السكنية من جهة أخرى فالمستقبل بغض النظر عن القوانين التي سوف تستجد لاحقا وما يعني يخص النظام الرهن العقاري كل نظرة المستقبلية كما نقول للقطاع الاسمنت مستقبليا سوف يعني الطلب سوف يتواصل نفس الشيء بالنسبة لعملية التطوير العقاري وعملية القروض البنكية كلها سوف تزداد في الفترة القادمة لا سيما أنه يجب على التطوير العقاري فعلا أن يكون هناك يعني إذا كان خاصة الشركات التي في حوزتها أراضي كبيرة لا شك أنها هي التي سوف تستفيد أكثر نعم بعد نتابع سهم تهامة للإعلان دكتور يعني التغيرات أو الهبوط المستمر لعدة جلسات بالنسبة للدنيا ويمكن اليوم نرى أعلى تدولات يحققها من أكثر من عام كيف يمكن أن نفسر يعني هل إلى الآن لم نرى أي ردة فعل يمكن من هيئة سوق المال على هذه التراجعات التي يحققها السهم تهامة طبعا أصلا ما هي المبررات التي تسببت في ارتفاع سهم شركة تهامة إلى حدود 460 طبعا لم يكن هناك مبررا وكان مجرد أنها حالة مضاربية وظاهرة تعتبر نوعا ما غريبة على السوق بحكم أن نحقق رقم قياسي لم نشهد مثل هذا الرقم من فترة طويلة لا سيما أن القيمة العادلة له كما نعلم أنها أقل من 30 ريال بكل تأكيد فعملية ما يجري في عملية المضاربة الكبيرة هيئة سوق المال في الآونة الأخيرة غضت النظر كثيرا وتساهلت في هذه الأمور ووجدنا شركات تأمينية قبل شركة تهامة وصلت إلى أرقام كبيرة وإن كانت أقل من شركة تهامة ثم عادت التصحيح من جديد ويبدو أن هيئة سوق المال في إعلانها السابق لم تكن جادة في عملية المعاقبة أو المتابعة لمن تسبب في ارتفاع هذا الساهم بلا مبرر وإنما كان كل ما أعلت عنه مجرد أنه استقصاء والبحث والنظر وهذه الأمور كما نعلم مطاطة وتأخذ وقت طويل وربما نتائجها لا تكون لها أي تأثير سنرى الساهم دون المية قريبا دكتور برأيك مع هذه التراجعات بكل تأكيد تصوري سيشهد تصحيح قوي جدا ولن يعود في تصوري لأرقام التي حققها أبدا لبعد فترة طويلة لأن عملية الآن المضارب الكبير الذي يصرف بين الفينة والأخرى يخرج من الساهم وبالتالي سيكون الساهم وزع أو بيع على أفراد تورطوا فيه ولحقتهم خسائر كبيرة وهذه دائما نؤكد عليها ظاهرة الابتعاد حتى إذا كنت في مضارب ابتعد عن الشركات المضاربية التي قيمتها ارتفاع ارتفاعات كبيرة حتى ولو سمعت أن هذا الساهم سوف يحقق أرقام فلكية نلاحظ الآن السوق السوق خسر بيومين تقريبا أو فوق السوق ككل خسر بحدود 500 نقطة الآن يبغلنا فترة طويلة حتى نقوم بعملية بناء 500 نقطة من جديد فعملية الارتفاع لا شك أنها تأخذ وقت طويل لكن عمية النزول ببساطة عمية النزول بيوم واحد كما نلاحظ يعني الآن ساهمت هامة كم نسبة الآن حققها انخفاضة دكتور سعود لمتر أستاذ الاقتصاد بجامعة